اهلي مبهود جماعة انا سعد البنوكراهات ازولي كل عام وانتم بخير ومدام مبارك عليكم جماعة ان شاء الله النهاردة ان شاء الله انا اتكلم عن relative pronouns ضمار الوصل في الانجليز ودول بيوصله او بيربطه بين جملتين الجملتين دول بنقول عليهم relative clauses relative pronouns relative clauses الاتنين كده مع بعضهم بيوضحوا وبيحددوا الاشخاص والاشياء والاسباب والاماكن وبيشرحوا الحاجات او الاحداث اللي بتحصل في الجملة ايه هما ضمار الوصل في الانجليزي relative pronouns who, which, that, whom, whose, when, where and why الاول نعرف هو وفي ضمار الوصل في اللغة العربية ايه وفيه طبعا اسمها الاسماء الموصولة الذي التي اللذان اللتان وهكذا وكمان في حين وفي وقت ان وفي حيث اللي هي بتدل على المكان ده طبعا في اللغة العربية بس هتلاقي كل واحد فيهم مخصص لنوع معين من الاسم ازاي؟ يعني الذي مفرد مذكر التي مفرد مؤنس اللتان مثنى مؤنس اللذان مثنى مذكر وهكذا لكن بقى انجليش مش هنفرق بقى بمفرد وجمع مؤنس ولا مذكر هتلاقي في الانجليزي who, which and that الثلاثة دول بيمشي معهم اللذي واللتي والذان واللتان في الحاجات دي كلها اللي هي الاسماء الموصولة اللي في اللغة العربية بتتجمع في الثلاثة دول ولكن كل واحدة فيهم بتفرق عن التانية في الاستخدام who مع العاقل مع الاسم العاقل سواء بقى كان مفرد او جمع مذكر او مؤنس which مع غير العاقل مع الاشياء او الحيوان مثلا برضو مفرد او جمع او مذكر او مؤنس that مع العاقل وغير العاقل يبقى احنا كده معنا الاساسيات اللي احنا هنمش عليها relative pronouns ضمار الوصل في الانجليز ليها ست حالات وكل حالة فيهم بتستخدم لها ضمير مؤين بتستخدم فيه هنشرح كل واحدة على حدة بطريقة بسيطة وبالامثلة بتاعتها اول حالة لما نكون عايزين نوضح او عايزين نتكلم عن الفعل اللي موجود في الجملة يعني فلان فعل كذا او شيء مؤين فعل كذا او حصل منه كذا في الحالة دي طبعا بنستخدم who which and that زي ما احنا قلنا who بتستخدم مع الاسم العاقل مع الانساء طبعا بتيجي مع المفرد او الجامع او مذكر كان او مؤنس ولكن هي بتستخدم مع العاقل ودي بنستخدمها عشان نوضح الفاعل اللي موجود في الجملة فهي هتيجي بعد الاسم بعد الفاعل وهيجي بعدها الحدث اللي الفاعل دوت عمل المدرس الذي علمني الانجليزية المدرس الذي درسه ليه الانجليزي المدرس اللي علم الانجليزي فهو هنا معناها الذي عائدة على اللي هو المدرس وطبعا جيب بعدها الحدث اللي المدرس دوت فانا استخدمتها على انها ضمير وصل ربط بين الجملتين the players who won the match اللاعب او اللاعبون الذين فازوا فازوا بالمباراة هنا طبعا اللاعبين جت جمع وجيب بعدها برضو هو طبعا احنا قلنا مش هنفرق بين مفرد ولا جمع ولكنها بتذكر مع العاقل players هنا طبعا عاقل وجيب بعدها الحدث اللي هو اللي قام به الفاعل اللي موجود في الجمل معناها برضو هتيجي اللذي واللتي والذان وهكذا وبتيجي مع غير العاقل مع الاشياء ومع الحيوان وهنا برضو بنستخدمها عشان نباين الفاعل اللي موجود في الجملة the cat which ate the cheese القطة التي اكلت الجبنة او القطة اللي كالت الجبنة هنا the cat دي الفاعل which ده ضمير الوصل اللي هي بمعنى التي عائدة على the cat وجيب بعدها الحدث اللي الكات قامت به that بتذكر او بتستخدم مع العاقل ومع غير العاقل يعني احنا ممكن نستخدمهم مع الجملتين اللي احنا قلناهم من شوية ممكن اقول the teacher that taught me English المدارس الذي درس ليه الإنجليزية او ممكن اقول the cat that ate the cheese او القطة التي اكلت الجبنة طبعا هنا برضو that جات بمعنى الذي والتي وهنا برضو استخدمناها عشان تبين او نتكلم او نوضح الفاعل اللي موجود في الجملة وجات مع العاقل وغير العاقل تاني حالة لما نتكلم او نوضح المفعول اللي في الجملة ودي بنستخدم فيها whom وبرضو بتيجي بمعنى الذي ولكن بتبع عائدة على المفعول مش الفاعل بتبع عائدة على الشخص او الشيء اللي وقع عليه الفاعل في الجملة وبرضو هتربط بين جملتين هتيجي بعد المفعول وهتيجي قبل الحدث اللي وقع على المفعول ده the man i met yesterday الرجل الذي قابلته بالامس الرجل اللي انا قابلته بالامس هنا the man دوت المفعول object whom طبعا هنا ضمير الوصل بمعنى الذي وجيه الحدث اللي بعد جده اللي وقع على الشخص ان انا قابلته الرجل الذي قابلته بالامس the man whom i borrowed the car from الرجل الذي استعارت منه سيارة او السيارة طبعا هنا برضو man هنا المفعول whom دوت اللي هي ضمير الوصل بمعنى الذي وجيه بعدها الحدث اللي وقع على الشخص دوت ان انا استعارت منه السيارة يبقى انا استخدمت whom لتوضيح او لتبين المفعول الموجود في الجملة بتبقى برضو ضمير وصل بمعنى الذي او التي وهكذا في الحالة دي ممكن استخدم who او which عادي يعني ممكن الجملة اللي انا قلت مثلا the man whom i met yesterday الرجل الذي قابلته بالامس ممكن اقول the man who i met yesterday الى الرجل الذي قابلته بالامس وهنا هتبقى واضحة قوي ان انا بتكلم على المفعول مش الفعل زي ما كنا بنقول في الحالة الاولة the cat which i chased yesterday الكتة التي طاردتها بالامس طبعا هنا الكات بقت مفعول ان انا طاردتها هنا وقع عليها الفعل هي بقت مفعول فوجي هنا استخدمتها عشان تدل او توضح المفعول الموجود في الجملة تالت حالة ان انا نتكلم او نوضح الملكية ان احنا نبين او نوضح ملكية شيء لشخص معين وهنا بنستخدم who's في طرق طبعا كتير للتعبير عن الملكية ولكن باستخدام who's كضمير وصل دي لها استخدام خاص شوية who's بتيجي بعد اسم المالك بعد الشخص المالك للشيء ده وبيجي بعدها الشيء المملوك للشخص ده يعني ايه الكلام ده هيبقى من المثال اللي احنا هنقوله دلوقتي this is Ahmad who's brother traveled with me هذا احمد الذي اخاه سافر معي يعني ايه يعني دوت احمد هنا دوت الشخص المالك وبعدين who's دي جات بعد الدلالة على ملكية احمد للحاجة اللي جاية بعد كده brother دوت الشيء المملوك يعني الشخص المملوك لحمد دوت اللي هو يعني بينتمي ليه اخوه اللي سافر معي يبقى انا استخدمته هنا عشان ابين حاجة مملوكة او بتنتمي لشخص معي the man whose car was stolen الرجل الذي سرقت سيارته يعني الرجل هنا الشخص المالك who's الدلالة على الملكية للشخص دوت car اللي هي السيارة المملوكة للشخص ده was stolen طبعا سرقت فهنا استخدمت who's للدلالة على ملكية او لاثبات ملكية شيء لشخص معايد وهنا استخدمتها ك relative pronoun ضمير وصل بين حاجتين رابع حالة لما نتكلم عن زمن او وقت لحدوث شيء معايد وهنا بنستخدم when ودي بتبقى معناها وقت ما او حين او حينما it was the day when we met طبعا ده كان اليوم حين تقابن هذا هو اليوم او ده كان اليوم اللي احنا تقابلنا فيه when هنا بجد بمعنى الذي برضو كضمير وصل بتدل على الوقت وقت معين لحدوث حاجة معين رمضان is the month when people are happy رمضان هو الشهر الذي يكون الناس فيه سعداء رمضان هو الشهر اللي الناس بتكون فيه سعداء هنا برضو استخدمت when عشان تبين حاجة معين او وقت معين لحاجة حصل فهنا رمضان مخصص للشهر الشهر دوت مخصص مثلا الناس بتكون سعداء فيه هنا استخدمت when بمعنى الذي برضو وربطت بين الجملتين ودلت على وقت معين لحدوث شيء ممكن نستخدم عن when في الجمل دي ايوه طبعا ممكن نستخدم ازاي لما احنا قلنا it was the day when we met هذا هو اليوم او كان اليوم الذي تقابلنا فيه ممكن اقول it was the day we met بدون when وبرضو هتقدي نفس المعنى تقريبا خامس حالة لما نكون عايزين نوضح مكان او بنتكلم عن مكان وهنا طبعا هنستخدم where بتبقى بمعنى حيثو او حيثوما this is the house where i was born هذا هو المنزل الذي قلت فيه هنا where بمعنى الذي جات بعد مكان وبعدين جي بعدها الحدث اللي حصل في المكان دهو وهنا جات بمعنى حيث the place where we met المكان الذي تقابلنا فيه هنا برضو جات بمعنى الذي بمعنى حيثو او بمعنى الذي دلت على المكان او وضحت مكان معين احنا بنتكلم عنه سادس واخر حاجة لما نجي نتكلم عن سبب او نوضح سبب لحدوث شيء او عدم حدوث شيء ودي بنستخدم فيها why that's the reason why i didn't come هذا هو السبب الذي جعلانى لم قاتى يعني ده السبب اللي خلانى ما جيش why هنا برضو وضحت السبب اشتخدمت كضمير وصل بين جملتين ووضحت سبب حدوث شيء او عدم حدوث شيء وممكن اقول على طول that's why i didn't come اللي هو وذلك سبب انى لم قاتى سبب انى ما جيتش برضو هنا استخدمت كضمير وصل relative pronoun ربطت بين حاجتين ووضحت السبب اللي موجود في الجمل وده كان بالنسبة لشرح relative pronouns اتمنى ان الدرس يكون سهل وتكون كمان استفدت منه thank you for watching وربنا وفانا كمان ان شاء الله سلام عليكم شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر